اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سامير وزير التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية وقد وجه السيد الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من دوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سعيا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وجه السيد الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات والتي يبلغ عددها ستة عشر مجمعا صناعيا بإجمالي أربعة آلاف وثمانمائة وثماني وحدة صناعية كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناع على المستوى الوطني خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعية بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وذلك بالتنصيق مع مختلف الجهات المعنية خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ لاستثماري الصناعي